النساء كده وبنات في الابراج عليها ضحكة تلوح تلفت يعني لو انت ماشي معها في الشارع كده وحصل وربنا اكرمك وضحكت ممكن البوليس يجي اخدك معانا بقى مين هي النساء دي وكل حد يتوقع كده كل انسة تتوقع هتيجي معانا ولا لا وبرجها هيجي في المركز الكام وانسة اسكى شوية او رجل يقولنا من المركز الاول وكتبوا انا بقى ارى كل التعليقاتكم ويلا بي ارحب اجمل واطعم ناس في الدنيا وسريعا كده الات الجديدة عرفنا بنفسه عشان ارحب بيقول ما اشتركش اشترك وفي المركز السابع احنا معانا اكتر سبع نساء دي حكتهم ممكن تجيب البوليس والمعنى واضح من اول انسة بورج العقرب اللي بتيجي في المركز السابع العقربة هي اوقات اوقات كده يعني يعني دايما انسة العقرب من الاناس اللي ليها انواع مختلفة من الدحكات وهي متنرفزة دحكة وهي مبسوطة وهي عايزة تستفزة حد وهي يعني هي مش دحكة واحدة انما لو حصلت بقى وفتحت على البحري اه هي من النساء اللي ممكن يكون ينطبق عليها موضوح حالية النهاردة ولكن صراحة في نساء تتفوق عليها في النقطة دي اوي زي السندريلا زي انسة بورج السرطان وما ادراكة بانسة بورج السرطان البسكوتة لما تتحك كأن انغام كمان جات كده بتعزف ولكن برضو لو فتحت على البحري دحكتها هتجيبلك البوليس هتجيبلك البوليس فحزاري برضو يعني انا عايزو احنا بنكمل كده لو عجبتكم الحلقة ندوس لايك ونشاير عشان توصل لأصدقائنا اللي كانوا بينتظروها في المركز الخامس فيه انسة دحكتها اعلى من الاتنين دول من العقروبة والسرطونة الحوتية وما ادراكة بدحكة انسة بورج الحوت هتجيب البوليس هتجيب البوليس دي ما فهاش نقاش وما فهاش احتمالات لذلك تأكد يعني دي بقى دحكتها انا مش عارف اقول ايه بصراحة ولكن دحكة ملفتة اوي وخطر عليك اوي انا هقول لك خطر وحزرك وانت ونصيبك بقى عايز تسمع كلامي اسمع دحكة البمبناية انسة بورج الحوت برضو لو فتحت على البحر خطر عليك سدقني ولكن دلوقتي بقى موعدنا مع رباعي خط النار او رباعي القمة مين يتوقع النساء اللي بتتصارع على الاربع مراكز الاولى في المركز الرابع زعيمة العصابة دي بقى الدحكة بتاعتها تسمع على بعد اثنين كيلو يعني متعصبة ودي بقى ما عندهاش كذا دحكة يعني ما عندهاش اكتر من دحكة هي دحكة واحدة ودحكة واحدة ما شاء الله دحكة قوية جدا بقول لكم بتزلزل بتسمع على بعد اثنين كيلو فانت مقبوض عليك مقبوض عليك محبوس محبوس يعني مع انسة بورج الاسد فلذلك هي اخطر من الانس اللي سبقتها كمان في الموضوع ده ولكن في المركز التالت فيه انسة تانية فيه عسل تاني مستنينا في المركز التالت وانت الدحكة بتاعته تجيب المطافي مش تجيب البوليس كمان يعني البوليس مش هيبقى كفاية العسل انسة بورج الميزان وما ادراك بانسة بورج الميزان الدحكة بتاعته واختلاف الدحكة بتاعته وقوة وعلو وحاجات كتيرة قوي دخلة ببعضها كده عملانا كوكتيل في النهاية مخليها بتيجي معانا في المركز التالت في حلقة النهاردة وان كان ده حالي اللي في المركز التالت فما بالكم باللي في المركز التاني طيب فما بالكم باللي بتتصدر الترتيب حد بيكتب حد زكاؤه جابه ان هو يتوقع اكتبول انا بقرأ ريب اوي منها اوي اوي ويمكن الاتنين يتزحموا على المركز التاني انسى بورج الجوزاء لازم طبعا تكون معنا في حلقة النهاردة دي بقى الدحكة بتاعتها بتضرف في جميع الجوانب يعني ما شاء الله ما شاء الله البوليس والاسعاف يعني تخطينا مرحلة البوليس والمطافي وصلنا لمرحلة الاسعاف من اللي هيحصل لك يعني انسى بورج الجوزاء من اكتر النساء اللي الدحكة بتاعتها عالية وقوية وطويلة ورنانة وحاجات كتير اوي دخلة كده في قلب بعضها وبصراحة انسى بورج الميزان قريبة منها يعني لو جاز التعبير والحلقة دي ما فقاش ترتيبكو التاني عشان ما اظلمش انسى بورج الميزان في حلقة النهاردة اول هي والجوزاء في المركز التاني ولكن يعني الجوزائية سنة كده لو جينا نرجح واجبرنا على الترجيح نرجح الجوزائية سنة كده ونخليها في المركز التاني دلوقتي بقى مين الاولى مين اللي بتتصدر نساء الابراج في حلقة النهاردة يلا بينا مين غيرها الشعنونة اكيد عرفتنا بتتكلم على مين مين غيرها اللي مجننها المجنين انسى بورج القوس بتتصدر التصطيف في حلقة النهاردة والترتيب القوسية بتيجي معانا في المركز الاول وطيرة كده منفردة مع نفسها ولا نقدر ننفسها ابدا في الموضوع ده القوسية حاجة فظيعة دحكتها مركبة نفاسها يعني حاجة ما شاء الله واتحد حد يعرف قوسية الدحكة بتاعتها بتلمش الناس يعني لو فتحت على البحر وهي غالبا في اغلب الاوقات فتحة على البحر يعني وطلقائية ومرحة وحاجات كتير قوي مخلية الدنيا يعني مية مية معاها اذا القوسية انسى بورج القوس هي بتتصدر كل النساء في حلقة النهاردة وبتيجي في المركز الاول في الموضوع ده عشان تجلس على قائمة كل نساء الابراج اكتبوا لي بقى اراكم في الحلقة دي اذا اذا عجبتكم شيروا دوسوا لايك توصل لبقية اصدقائنا بقول دايما اي حد بتشوفوا فيديوهاتي عنده غير محمد ابو زيد نصاب او ان انتو تتابعوه واللي بيسأل بنتواصل ازاي بنعمل لايفات فين الانستجرام بيسأل ازاي تواصل معايا رابط الفيس والانستجرام ده موجود في وصف الفيديو لو انت على يوتيوب وفي التعليقات لو انت على الفيسبوك انزل واشترك وبعتلي وهرد عليك عاجلا ام اجان وكمان هكون سايب رابط الانستجرام اللي احب ان هو يتابع معنا حلقات البس وقناوتنا التانية بقى بالزات قناة سألتك توصل لبقية اصدقائنا بقول دايما اي حد بتشوفوا فيديوهاتي عنده غير محمد ابو زيد نصاب او ان انتو تتابعوه واللي بيسأل بنتواصل ازاي بنعمل لايفات فين الانستجرام بيسأل ازاي تواصل معايا رابط الفيس والانستجرام ده موجود في وصف الفيديو لو انت على يوتيوب وفي التعليقات لو انت على الفيسبوك انزل واشترك وبعتلي وهرد عليك عاجلا ام اجان وكمان هكون سايب رابط الانستجرام اللي احب ان هو يتابع معنا حلقات البس وقناوتنا التانية بقى بالزات قناة اتسأل محمد وعلته كل ليلة قصة صديق او صديقة بتاخد رأينا فيها وفيها درس مجتفد اتمنى كمان ان انتو تنضموا ليها وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر